اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دوريا مع مرور الزمن وده كان تعريف الطيار المتردد وكان بينشأ من عملية توليد لموجة جايبية يعني من مولدات طيار متردد وخلال دراستنا في الباب الاول برضو قدرنا نفهم ان عندي نظامين لتوصيل الملفات في النظام السلاسي الاوجه الخاص باحداث او بانشاء الطيار المتردد وكانوا هما النظامين اللي هو نظام النجمة او نظام ستار ونظام دلتا المسلسي وقدرنا نفهم ازاي طرق التوصيل بتاعتهم والعلاقة بين الجهد والطيار في كل من النظامين وفي الباب التاني الخاص بالمحاولات بخصوص الجزئية دي اتعلمنا ان احنا ازاي نوصلهم وطرق التوصيل النجمة والدلتا والملفات للمحاول كانت بتتوصل بانظمة مختلفة في انظمة توصيل ملفات المحاولات الكهربية كمان اتعلمنا في الباب الاول مزايا النظام السلاسي الاوجه وقدرنا نفهم ايه هي مزايا النظام السلاسي الاوجه وده كله هنكتب اسئلة النهاردة على الباب الاول والتاني نكتبها مع بعض وكمان شفنا في الباب الاول القدرة في الوجه الواحد والنظام احادي الوجه والنظام سلاسي الاوجه وشفنا القدرة فيهم وكمان حلينا امثلة على حساب جهد الخط وجهد الوجه والقدرة قدرة الحمل ده كان خلال دراستنا ليه الباب الاول في الباب التاني اتكلمنا عن المحاول الكهرابي وكان موضوع الباب التاني كله على المحاول الكهرابي وعرفنا ايه هو المحاول الكهرابي وقلنا انه جهاز كهرومغناطيسي ساكن لا يوجد به اجزاء متحركة كمان بيعمل على خفض او رفع الجهد او الطيار وكان بيستخدم في نقل القدرة الكهربية من محطات التوليد الى شبكات التوزيع وكمان اتعلمنا طرق توصيل المحاولات السلاسية الاوجه وهو انواع المحاولات وتركيب المحاول اتكلمنا عن التركيب مرتين في الباب التاني مرة بخصوص انه هو محاول وجه واحد فكان بيتكون من قلب حديدي وملفين احدهما ابتدائي والاخر سانوي قدرنا نميز كمان مين الملف الابتدائي ومين الملف السانوي قلنا يا اما حسب الجهد لو كان المحاول رافع لو انا عارف ان المحاول رافع او خافض بيبقى حمايز حسب الجهد لو انا معرفش المحاول رافع او خافض فبيبقى الملف الابتدائي هو المتصل بالمنبع والسانوي هو المتصل ايه بالحمل وكمان تعلمنا انه في عزل او التلات ملفين والقلب الحديدي التلات عناصر دول بينهم عزل التلاتة ما فيش اي اتصال كهرابي ما بينهم يعني الملف الابتدائي والملف السانوي والقلب الحديدي ما فيش اي اتصال كهرابي بينهم ليه؟ لان احنا قلنا انه هو القوة الدفعة الكهربية المستنتجة في الملف السانوي دي كانت قوة دفعة كهربية مستحسة مستنتجة او متولدة بالاستنتاج تمام كده يعني كانت قوة دفعة كهربية مستنتجة طيب قلنا ان العزل اللي موجود بين الملفين الابتدائي والثانوي والقلب الحديدي كانت ليه عوامل بيتوقف قيمة العزل عليها وده اللي هنشوفه مع بعض في الاسئلة اللي احنا كتبينها واللي بنأكد عليكم تاني لازم النهاردة في المراجعة بتاعتنا النهاردة تبدأ ورقة وقلم كده وكل سؤال احنا بنقوله مع بعض هنحله مع بعض ويتكتب ويبدأ دي تبقى مراجعة عامة ليك تذكرها ليلة الامتحان بإذن الله ونتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله اول حاجة هنبدأ بيها النهاردة وهي الباب الاول او مراجعة عامة على الباب الاول وكان هنحط سؤال مع بعض كده اللي هو ضع علامة صح او خطأ او ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة كل ما نقولها لولادنا من وجهة نظرنا احنا بنحط الاسئلة اللي هي صح وخطأ اكمل المصطلح العلمي الاسئلة دي مفيش احتمالية الخطأ والاسئلة دي بتبقى موجودة ما بين السطور ده معناه انه اقرأ كويس افتح الكتاب معاك الملخص معاك المحاضرة بتاعة المدرس بتاعك في الفصل ابدأ زاكر من الاتنين بالاضافة لكتاب المدرسة لان كتاب المدرسة سؤال صح وغلط وسؤال اكمل ده بيجي من بين السطور بيجي معلومات ملحوظات كده بتبقى بين السطور بنحب نشوف بيها الاسئلة اللي بتميز الطالب عن الاخر لانه احنا عارفين طبعا فيه ايه سؤال يجي يقولك اشرح بالرسم واضح بالرسم ففيه شرح وفيه رسم فالموضوع هيشيل معاك لكن اسئلة صح وغلط خد بالك ان هي اسئلة غير قبلة لاحتمالية الخطأ يا صح يا غلط فاول سؤال معنا بيقول ايه نشوف اول سؤال اول سؤال معنا بيقول اذا كان الحمل متزن فلا داعي لوجود سلك التعادل اذا كان الحمل متزن فلا داعي لوجود سلك التعادل نفتكر مع بعض كده توصيلة النجمة وكنا بنقول ايه ان النجمة بتستخدم في حالة الاحمال المتزنة ليه يا فندم لان هي كان فيها ايه سلك رابع صح كده لان كان فيها سلك رابع وهي اصلا هي توصيلة بتستخدم مع الاحمال المتزنة فهي هنا بيقول لي إيه إذا كان الحمل متزن فلا داعي لوجود سلك التعادل يبقى صحة ولا غلط برافو عليكم يبقى إيه الإجابة صحة تمام كده ليه لأنه هو أصلا توصيلة النجمة بتستخدم في حالة الأحمال المتزنة وده اللي تعلمناه في المحولات في الباب التاني السؤال التاني في حالة التوصيل نجمة لا يمكن الحصول على أكثر من قيمة للجهد برضو وانت بتجاوب السؤال ده ارجعوا دايما وافتكر انت كنت وانت بتدرس توصيلة النجمة كنت بتقول إيه إن توصيلة النجمة أقدر تبقى نجمة سلاسية الأطراف أو نظام نجمة سلاسي الأسلاك أو نظام نجمة رباع الأسلاك إيه اللي يميز النظام النجمة رباع الأسلاك وإيه اللي يميز توصيلة النجمة إن هي كان بقدر أخذ منها طرف الحياد النيوترال اللي كنا بنسميه إن صح كده صح كده كنا بناخد الطرف ده ليه يا شباب الطرف ده من خلاله اقدر احصل على قيمتين للجهد قيمة اسمها VL او VLINE اللي هو جهد الخط وقيمة اسمها VFACE او جهد الوجه تمام كده يبقى السؤال ده صح ولا غلط نبص على السؤال تاني ونقرأ كويس وافتكر اللي انت قلته يبقى في حالة التوصيل نجمة لا يمكن الحصول على اكثر من قيمة للجهد الاجابة ايه برافو عليكم اجابة خاطئة طيب يبقى السؤال التالت السؤال التالت يستخدم جهد الوجه لتغذية احمال الاضاءة ومحركات الوجه الواحد النقطة ده شباب موجودة بين السطور كده بعد ما تكلمنا في انظمة التوصيل وانظمة التوصيل نجمة ودلتا ومزايا ما تكلمنا فيه مزايا النظام السلاسي الاوجه هتلاقيها بين السطور يستخدم جهد الوجه لتغذية احمال الاضاءة ومحركات الوجه الواحد صح ولا غلط الاجابة صح طبعا كده لان دي كانت من المزايا النظام السلاسي الاوجه نظام انظمة التوصيل وقال لي انه وقتها انه جهد الوجه يستخدم لتغذية احمال الاضاءة ومحركات الوجه الواحد وانظمة الجهد السلاسي الاوجه كان بيستخدم مع جهد الخط والمحركات السلاسية الاوجه السؤال الرابع يستخدم جهد الخط السلاسي الاوجه لتشغيل دوائر القوة صح ولا غلط خلي بالك الجملة دي السؤال ده تكملة السطر اللي كان مكتوب فيه السؤال الاول وعلشان كده بنقول لك ركز وانت بتقرأ ذاكر من كتاب المدرسة يستخدم جهد الخط السلاسي الاوجه في ايه يا شباب لتشغيل دوائر القوة لتشغيل دوائر القوة اجابة صحيحة صحيح كده يبقى السؤال اللي بعده في حالة عدم اتزان الاوجه السلاسة فان القدرة في الاوجه السلاسة متساوية اقراكويس في حالة عدم اتزان الاوجه السلاسة فان القدرة في الاوجه التلاتة متساوية ده كلام صح والله غلط كلام ده احنا درسناه لما كنا بنتكلم على القدرة في الطيار المتردد وهنا خطأ طرح كده لانه في حالة اتزان الاوجه مش عدم اتزان الاوجه تمام كده يبقى هنا السؤال ده لو شلنا كلمة عدم لو قلنا في حالة اتزان الاوجه التلاتة يبقى فعلا القدرة هتتساوى في الاوجه التلاتة طيب السؤال السادس من مزايا النظام السلاسي الاوجه انه لا يحتاج الى كمية نحاس كثيرة ودي كانت اول ميزة في مزايا النظام السلاسي الاوجه كانت اول النقطة رقم واحد في مزايا النظام السلاسي الاوجه وعلشان كده اجابة صح السؤال اللي بعد كده النقطة اللي بعد كده بيقول لي المحركات الاستنتاجية سلاسية الاوجه تعطي عزم دوران ثابت القيمة ها المحركات الاستنتاجية سلاسية الاوجه تعطي عزم دوران ثابت القيمة صحيح لانه المحركات السلاسية الارجو لما بتيجي تشتغل هو بيمر طيار في ملفات العضو السابت فبينشأ مجال مغناطيسي دائر قوي قيمته سابتة بتعبر سره هوائية تقطع العضو الدائر فبينشأ مجال مغناطيسي اخر ومحصلة تفاعل المجالين مع بعض ينشأ عزم او يتولد عزم دوران قوي يتولد عزم دوران قوي وسابت يسبب ايه حركة المحرك تمام كده يبقى الاجابة هنا ايه صحيحة تمام يبقى هنا نقطة السابعة المحركات الاستنتاجية سلاسية الارجو نشوف مع بعض تعطي عزم دوران سابت القيمة يبقى صح لانه الكلام ده احنا طبعا في اه يعني احنا لما شرحنا النقطة دي شرحناها مسبقا لانه المحركات الاستنتاجية سلاسية الارجو انت حتدرسها في الصف التالت ان شاء الله بس احنا يعني قلناها علشان نفهم كلمة العزم الدوران السابت وجه منين عزم الدوران السابت النقطة رقم تمانية المجال الدائر الناتج في المحركات السلاسية الاوجه يكون غير سابت خد بالك المجال الدائر الناتج في المحركات السلاسية الاوجه يكون غير سابت طبعا اجابة خاطئة او علامة خطأ نحطها ليه لان احنا لسه قايلين دلوقتي انه لما بيمر طيار في ملفات العضو السابت في المحركات الاستنتاجية بينشأ مجال مغناطيسي دائر سابت وقوي صحي كده وبيعبر سره هوائية الى اخيره وبيكمل فكرة عمله حتى يتولد عزم الدوران القوي اللي هيسبب حركة العضو الدائر للمحرك يبقى هنا خطأ نتقال اللي بعد كده اول نقطة رقم تسعة في حالة اتزان الحملة على الاوجه السلاسة تكون كل من طيارات الاوجه وركز في السؤال قوي ركز في النقطة اللي قدامك علشان تعرف الكلام بيتغير ممكن تبقى هي كلمة اللي بيتغير مضمونة للجملة في حالة اتزان الحملة على الاوجه التلاتة يعني الاحمال متزنة تكون كل من طيارات الاوجه وطيارات الخطوط وزوية الوجه ومعامل القدرة متساوية يعني الحمل متزن يعني الحمل على الوجه الاول لو الحمل مادي وليكن حمل مادي يبقى مثلا قيمة المقاومة على الوجه الاول بتبقى عشر اقوم مثلا والوجه التاني عشر اقوم ده لو الحمل مادي والوجه التالت عشر اقوم كده الاحمال مالها متزنة كده الحمل ماله متزن يبقى جهد الوجه وجهد الخط على كل وجه وجهد الوجه على يعني الجهد على كل وجه والجهد الخط ككل ومعامل القدرة وزوية الوجه نفسها كل ده هيبقى متساوي صح ولا غلط دي اجابة صح تمام كده يبقى هنا النقطة رقم تسعة في حالة اتزان الحمل بيكون على الاوجه التلاتة الحمل متزن بيبقى عندي طيارات الاوجه وطيارات الخطوط وزوية الوجه ومعامل القدرة كلهم في حال التساوي ايوة كلهم في حال التساوي السؤال اللي بعد كده نشوف مع بعض اكمل الجمل التالية بكلمات مناسبة وهنا ممكن يقول لي والله يعني ممكن يجي لي سؤال اكمل الجمل التالية زي ما احنا كاتبين كده وممكن يجي يقول لي اكتب المصطلح العلمي اكتب المصطلح العلمي فهنا هو بيجيب لي تعريف بيجيب لي سطر معلومة في الكتاب ويبدأ يحط لي عليها نقط زي ما احنا كلنا عارفين وطبعا مش اول مرة هتمتحن رقم واحد بيقول لي ايه نقط تقدر بالواط وهي القدرة التي يستهلكها الحمل وهي عبارة عن حاصل ضرب الجهد في الطيار في معامل القدرة هي دي ايه السؤال دا يرجعنا لايه يا شباب السؤال دا يرجعنا للجزء اللي درسنا فيه انواع القدرة وقلنا ان انواع القدرة كان عندي ثلاث انواع قدرة فعالة وقدرة غير فعالة وقدرة ظاهرية واتكلمنا عن كل نوع من انواع القدرة وقلنا واتكلمنا عن وحدة قياس كل نوع يبقى انا لو جيت قلتلك هي وحدة قياسها الواط وسكتنا وحدة قياسها الواط هي قدرة بس اني نوع من القدرة نرجع نفتكر التعريفات اللي كلنا قلناها قبل كده وشرحناها مع بعض قبل كده وانت درستها في مدرستك وهي موجودة معك في الكتاب وكشكولك كان بتقول ايه ان القدرة الفعالة وحدة قياسها الواط شوف انا هاجبها من وحدة القياس لو انا مش فاكر اي حاجة طب القدرة الغير فعالة كان الفولت امبير اكتف اللي كنا بنسميها الفار كنا بنقول عليها فار تمام كده طيب القدرة الظاهرية بالفولت امبير مش كده الفولت امبير يبقى انا عندي التلات وحدات هما من خلال التعريفات بتاعتهم او من خلال ان انا عارف وحدة القياس بتاعتها اقدر احدد نوع القدرة اللي انا بتكلم عليها طيب والله هو هنا قال لي ايه وهي عبارة عن حاصل ضرب الجهد في الطيار في معامل القدرة مش ده القانون بتاع البي اللي هو قانون القدرة اللي كان بيقول او القدرة الفعالة اللي كان بيقول البي تساوي البي في الاي في كوزين فاي صح كده مش هو ده القانون يبقى دي على طول كده اسمها ايه القدرة الفعالة نشوف مع بعض يبقى السؤال الاول عندي هنا اجابته القدرة الفعالة هي تقدر بالواط ووحدة قياسها وهي القدرة التي يستهلكها الحمل وهي عبارة عن حاصل ضرب الجهد في الطيار في معامل القدرة طيب نشوف المؤطة اللي بعد كده مؤطة هي القدرة التي يستهلكها الحمل ركز بقى دون ان تتحمل الى قدرة نافعة او تتحول الى قدرة نافعة وتقدر بالفولت امبير غير فعال الفولت امبير غير فعال يعني ايه VAR او فولت امبير غير فعال وهي القدرة الغير فعالة القدرة الغير فعالة طيب رقم 3 اذا كان الحمل عبارة عن حمل مدي او حسي يعني ايه حمل مدي او حسي حمل مدي اتفقنا قبل كده انه هو بيبقى مقاومات حمل مدي يعني حمل عبارة عن مقاومات يا شباب طيب وحمل حسي عبارة عن محركات وملفات اي حمل في ملفات يبقى ده نوع حسي نكمل السؤال اذا كان الحمل عبارة عن حمل مدي او حسي مكون من محركات وملفات ومقاومات عندها تكون القدرة الغير فعالة الكيو قيمتها ايه موجبة ولا سالبة يا شباب ها انا سامع اللي بيقول موجبة برافو عليك طيب النقطة الرابعة اذا كان الحمل عبارة عن حمل سعوي اي مكسفات اتفقنا قبل كده ان الحمل السعوي هو حمل مكون من مكسفات تكون القدرة الغير فعالة قيمتها سالبة صح كده بتكون سالبة يبقى الجزئية دي برضو استكمالا لشرح انواع القدرة اللي درسناها في الباب الاول طيب السؤال اللي بعد كده او النقطة اللي بعد كده تستخدم نقطة في نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ويتوقف حجمها وطرق تبردها على القدرة المصممة عليها هذه المحولات تمام طبعا كلمة هذه المحولات دي بينتلي ان انا بتكلم عن محول هقولك لا مش بس كده هو بقول لي ايه نقل وتوزيع الطاقة الكهربية هو المحول كان بيستخدم في ايه وظيفة المحول او استخدامه كنا بنستخدمه في ايه مش كلمتين اللي قلناهم في اول حلقتنا النهاردة واللي اتكلمنا عنهم في حلقات سابقة بخصوص محول الكهربية قلنا ان المحولات بتستخدم في نقل الطاقة الكهربية ونقل القدرة الكهربية من محطات التوليد الى شبكات التوزيع صح كده طب هو هنا بيقول لي في نقل وتوزيع الطاقة الكهربية صح وكمان قال لي ويتوقف حجمها وطرق تبردها يبقى يرجعنا الكلام على مين محولات القدرة لان محولات القدرة هي اللي لما درسناها درسنا لها طرق التبريد لان يا فندم انا مش هجعمل طرق تبريد للمحول اللي في شحن التليفون صح كده مش هعمل طريق التبريد للمحول اللي موجود في شاحن اللي صح فيعني دي محولات صغيرة محولات جهد منخفض ومحولات قدرة منخفضة جدا فمش احتاج لها عملية تبريد وكمان هي مش شغلة باستمرار انا بعد كم ساعة يعني حاطت شاحن اللي متحمل على الليب صح كده او الليب متحمل عليه اه بعد كم ساعة محمل التليفون على الشاحن صح ما باعدش اه كتير وبالتالي يعني ما ما بيسخنش ولذلك احنا دايما بنقول اه خلاص التليفون خلص شاحن بتاعك شيل الشاحن ليه علشان المحول نفسه لو سبته هو كده اصلا بيدمر الدنيا عندك في اه معامل القدرة في الشقة عندك وكمان اه من مسببات انه اه الاستهلاك الزيادة تقولي هو مش متحمل هقولك ماشي هو مش متحمل بس برضو بيسحب لان في محول صح كده طيب علشان كده بنقول ان محولات القدرة هي اللي بتشتغل لفترات كبيرة ما فترات كبيرة ايه يعني مش يوم اه عفوا اه مش يوم ده هي بتبقى عشرة عشرين سنة تلاتين سنة على قد العمر اللي افتراضي الخاص بالمحول ده وكمان ايه يعني بيجي في وقت معين المحول ده بيبقى متحمل اه بحمل زيادة جدا اللي هو مثلا فترة الصيف كله مشغل دفيات واحمل تدفئة في فترة اه في فصل الشتاء كله مشغل الدفيات واحمل تدفئة بنيجي في الصيف كله مشغل التكييف والمراوح واحمل تهوية وتبريد فبيبقى في كلتا الحالتين وفي الحالات كلها دي بيبقى هو متحمل حمل زيادة فبيحتاج عملية تبريد باستمرار يبقى احنا كده بنتكلم عن مين طالما تكلمنا عن نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ده محول طب نوعه ايه احنا اتفقنا ان فيه انواع للمحولات وده هنشوفه واحنا شغالين دلوقتي نوعه ايه بقى هل هو محول قدرة ولا محول اجهزة القياس ولا محولات افران ولا فيبقى ده محول القدرة ده كده محولات ايه شباب محولات القدرة نشوف مع بعض يبقى هنا الجملة لما كملت بيقول لي ايه تستخدم محولات القدرة في نقل وتوزيع الطاقة الكهربية صح ويتوقف حجمها وطرق تبريدها على ايه على حجم وقدرة المحول المصمم عليه النقطة اللي بعد كده رقم ستة بيقول لي نقط هي محولات تستخدم مع اجهزة القياس هي محولات تستخدم مع اجهزة القياس لكي يمكن قياس الجهود والطيارات العالية بوسط التخفيض هذه الجهود والطيارات الى القيم التي يمكن ان تتفاعل معها اجهزة القياس الجملة كبيرة اه بس وضحت لي كل حاجة الجملة كبيرة بس وضحت لي كل حاجة بيقول لي هي محولات تستخدم مع أجهزة القياس على طول نرجع نفتكر مين؟ نفتكر دايماً أجهزة القياس لما كنا بنوصلها في مادة الرسم الفني وقلنا أن أجهزة القياس كنا بنوصل فولتاميتر وواتميتر وجهاز أمبيروميتر وجهاز قياس معامل القدرة وخلافه مجموعة الأجهزة اللي كنا بنوصلها في لوحة الأجهزة الكبيرة اللي كان فيها كل الأجهزة أو أي توصيل أجهزة كان لازم بنعمل إيه؟ كان بيبقى عندي محولات بتتحط على الثلاث فازات أو الثلاث برات العمومية اللي هي كان بتبقى متوصلة بالتوالي مع القطبان أو مع الشبكة ودي كانت محولات الطيار وكان فيه محولات بتتوصل بالتوازي مع الشبكة اللي هي كانتها تتحط في طريق أو في سكة جهاز الفولتاميتر وكمان جهاز الواتميتر يعني حتى جهاز الواتميتر كان فيه ملفين فكاننا بنستخدم له ملف محول طيار ومحول جهد يبقى هي دي محولات أجهزة القياس اللي احنا بنتكلم عنها يبقى النقطة هنا لما تكمل نشوف مع بعض النقطة رقم 6 بيقول لي محولات أجهزة القياس هي محولات تستخدم مع أجهزة القياس لكي يمكن قياس الجهود والطيارات العالية بواسطة تخفيض هذه الجهود والطيارات إلى القيم يعني إلى القيم التي تتناسب مع هذه الأجهزة تمام دي ملخص 200 دول بس انا فهمت ايه انه طالما تستخدم مع جهزة القياس انا خدتها في الرسم درستها في الرسم الفني ودرستها في المحولات انواع الاجهزة صح كده يبقى على طول نفتكر الكلام دوت من اللي احنا درسناه النقطة اللي بعد كده تستخدم نقط للافران الكهربية محولات القدرة الكهربية لتحويل الجهود العالية والطيارات الصغيرة الى جهود منخفضة اقل من 100 فولت تخفض الجهد اوي لحد اقل من 100 فولت وطيارات عالية جدا قد تصل الى ايه 10 تلاف امبير احنا قلنا الكلام ده امتى يا شباب قلنا الكلام ده لما كنا بنتكلم عن انواع محولات وقلنا ان عندنا محولات قدرة محولات اجهزة قياس وكمان قلنا في نوع تاني اسمه محولات الافران وقلنا محولات الافران وفي محولات اللحام ودي كانت بتخفض الجهد اوي علشان ترفع الطيار اوي يبقى هنا المحول ده كان نوع خافض ولكن كان محول اللحام ولا محول افران فدي كده محولات الافران نشوف مع بعض النقطة لما كملت تستخدم محولات الافران للافران الكهربية لتحويل الجهود العالية والطيارات الصغيرة بتخفض الجهد لحد اقل من 100 فولت وترفع الطيار لحد 10 تلاف امبير طيب سؤال تاني خلصنا مجموعة الاسئلة اللي هي اكمل ووضع علامة صح او خطأ وندخل على اسئلة تانية الاسئلة المقالية الاسئلة اللي مطلوب منك انك تبقى عارف نظرية عمل فاهم تعريف تقدر توضح بالرسم دي كلها اسئلة بقى محتاجة ان انت تكون متمكن من اجاباتك فيها برضو مش معنى ان احنا كنا بنأكد على الاسئلة الاولى ليه صح وغلط ويه اكمل يبقى دل لا هنا معناها انه برضو احنا محتاجين نركز على الاسئلة دي كويس اوي السؤال بيقول ايه عرف الطيار المتردد كلنا عارفين تعريف الطيار المتردد وكلنا فاهمينه من الصف الاول وقلناه في بداية حلقتنا النهار دا وقلنا الطيار المتردد هو ايه شباب قلنا الطيار المتردد هو طيار تتغير قيمته واتجاهه تغيرا دوريا مع مرور الزمن يعني ايه كان عندي موجة جيبية صح كده الموجة جيبية لطيار متردد صح والموجة جيبية دي كانت بتبدأ من السفر وتطلع اللي قيمة عالية فوق وبعدين تنزل للصفر تاني وبعدين تنزل للقيمة عالية بس بالسالب وبعدين ترجع ايه للصفر تاني لخط الصفر تاني يبقى احنا قلنا هو طيار تتغير قيمته صح كده من صفر عالي فوق وبعدين نزل للصفر تاني وطبعا فيه نقط قيم خلاله وبعد كده غير اتجاهه يعني كان نص موجة فوق وبقى نص سالب تحت يعني غير القيمة وغير الاتجاه نشوف مع بعض التعريف بيقول لي عرف الطيار المتردد قلنا هو طيار كهرابي تتغير قيمته واتجاهه تغيرا دوريا مع مرور الزمن السؤال اللي بعد كده نفرون وضح بالرسم كيفية توليد الموجة الجيبية للطيار المتردد هنا دخلنا في اسئلة ما ينفعش اشرح بس وما ينفعش ارسم بس هو قال لي وضح بالرسم وخد بالك انه دايما لما يقول لي اشرح بالرسم او وضح بالرسم يبقى انا لازم هشرح وارسم يا شباب تمام لكن لو قال لي اذكر يبقى انا هقول نقاط واحد اتنين تلاتة دايما بنأكد على النقطة دي هنا قلنا انه توليد الموجة الجيبية بيجي ازاي يتحرك الموصل حركة دوارة في المجال المغناطيسي اي انه يتبادل موقعه ما بين القطبين الشمالي والجنوبي باستمرار وبتطبيق قاعدة فيليمنج نجد ان القوة الدفعة الكهربية وكذلك الطيار بهذا التبادل الحركي للموصل تحت الاقطاب المختلفة تتغير ايضا اتجاهتها يعني اشارتها وهذا هو ما يسمى بموجة الطيار المتردد نشوف كده الرسم اللي هنرسمها الشكل ده هو شكل الموجة الجيبية طب نوضح عليه تاني قال لي الموصل قلنا ان الموجة الجيبية والموصل علشان يولد لي كوة دفعة كهربية او موجة جيبية او موجة الطيار المتردد هيعمل ايه موصل محطوط بين قطبين المغناطسيين الموصل بيبدأ يدور او احنا اتفقنا ان المولد علشان يدور لازم ياخد حركة وقلنا بندور الموصل ده نلففه بين يخليه لف بين القطبين المغناطسيين فبيقطع الاقطاب قطب شمالي وجنوبي يعني هنا كان بالصفر بدأ يعلى تتغير قيمته واتجاهه تغيرا دوريا مع مرور الزمن وبدأ يعلى وجه لنقطة الصفر تاني وبعد كده نزل بالسالب تحت لنقطة عزمة تحت او قيمة عزمة للطيار برضو تحت وبعد كده بدأ يغير في قيمته ورح مغير اتجاهه تاني فعلشان كده قلنا ايه طيار تتغير قيمته واتجاهه تغيرا دوريا مع مرور الزمن طيب اذكر طرق توصيل الملفات السلاسية الاوجه طرق توصيل الملفات السلاسية الاوجه احنا شفنا ان احنا عندنا في الباب الاول درسنا طرق توصيل الملفات السلاسية الاوجه وقلنا ان انا عندي نظامين نظام التوصيل نجمة او طريقة توصيل الملفات السلاسية الاوجه بطريقة النجمة او بنظام النجمة وتوصيل الملفات السلسية الاوجه بنظام الدلتا ودول النقطتين اللي عندنا يبقى انا عندي في السؤال ده هو قال لي اذكر وما قال ليش اشرح يبقى انا هقول نقط يبقى هنا رقم واحد طريقة التوصيل النجمي ليه ستار وطريقة التوصيل المسلسي دلتا تمام طيب وضح بجسم طريقة توصيل الملفات سلسية الاوجه بطريقة النجمة وبين العلاقة بين الجهد والطيار هنا لازم ان احنا نقوله بنوصلها ازاي ونوضح العلاقة بين الجهد والطيار هو عايز مني توصيلة يا شباب النجمة احنا كنا بنقول ايه في توصيلة النجمة كنا بنقول ان توصيلة النجمة في النظام السلاسي الاوجه كنا بنقولها انه هنجيب التلات ملفات او التلات اوجه بتوعي وهبدأ هبدأ اوصل الاطراف بتاعتي ازاي يا شباب قلنا ان احنا بنوصلها يتم توصيل السلاس بدايات او السلاس نهايات في نقطة تمام مع بعضها لنخرج من النظام بسلاسة خطوط تمثل السلاس نهايات او السلاس بدايات والخط المشترك يطلق عليه خط التعادل اللي هي النقطة اللي كنا بنقول عليها نقطة التعادل او خط الحياة ويكون محصلة الطيارات الثلاثة في حالة الاتزان تساوي اي صفر يعني الطيارات الثلاثة على الاوجه الثلاثة تساوي صفر طيب هنا عايزين نرسم مع بعض هو قال لي وضح بالرسم عايزين نرسم مع بعض شكل الملفات وهي متوصلة نجمة اه دي التلات فازات وحطينا عليهم التلات ملفات موجودين معايا اهمة يبقى انا عندي كده التلات اوجه توصلوا نجمة ازاي جمعت اطراف نهايتهم في نقطة او اطراف بدايتهم في نقطة وسميناها نقطة التعادل وده خط مين يا شباب خط التعادل اللي بنسميه ايه خط الحياد او النيوترال امال هنا ايه بقى فيه هنا جهد على الوجه الاول وجهد على الوجه التاني وجهد على الوجه التالي وده كده اسمه طيار الخط طيب لو قسنا الجهد بين الخط ده والخط ده حيديني حاجة اسمها VL اللي هو VLINE جهد الخط طيب لو قسنا الجهد ما بين الخط ده وخط التعادل حيديني حاجة اسمها جهد الوجهة وكده اثبتنا ان احنا نقدر نحصل على قمتين للجهد من توصيلة النجمة تمام يا شباب طيب العلاقة قال لي ان جهد الخط في توصيلة النجمة يساوي جزر ثلاثة جهد الوجه يعني ايه وطيار الخط يساوي طيار الوجه في توصيلة النجمة يعني الIL يساوي الIFACE وهنا الVL يساوي جزر ثلاثة VFACE ودي كانت العلاقة بين الجهد والطيار في توصيلة النجمة طيب هنا في توصيلة الدلتا عاوز برضو وضح بالرسم طريقة توصيل الملفات سلاسية الأوجو بطريقة الدلتا وبرضو بين العلاقة بين الجهد والطيار هنا في توصيلة الدلتا تعال نشوفها على الرسم ونشرحها برضو هنا بيقول لي توصيل نهاية الوجه الأول مع بداية الوجه التاني ونهاية الوجه التاني مع بداية الوجه التالت ونهاية الوجه التالت مع بداية الوجه الأول كده افلناها كلها بداية بنهاية وبهذه الطريقة تتجه القوة الدفعة الكهربية للأوجو الثلاثة في اتجاه واحد ويكون المجموع الاتجاهي لهذه القوة يسوي ايه صفر عند اي لحظة تمام طب تعالي نرسمها مع بعض ايه دي التلات ملفات ولو تلاحظ خدنا ايه نهاية الملف الاول مع ايه اهو نهاية الملف الاول مع بداية الملف التاني ونهاية الملف التاني مع بداية الملف التالت ونهاية الملف التالت او الوجه التالت مع بداية الوجه ايه التالت الاول او الملف الاول تمام بكده اكون قفلتها دلتة مع بعض وبالتالي أقدر أطلع بعد كده العلاقة بين مين ومين جهد الخط وجهد الوجه وطيار الخط وطيار الوجه هتلاقيهم بالعكس يعني هنا طيار الخط هتلاقيه جزر ثلاثة طيار الوجه وده كان في توصيلة النجمة اللي اتنين بيساوي بعض وهنا جهد الخط يساوي جهد الوجه وكان في توصيلة النجمة اللي كان جهد الخط يساوي جزر ثلاثة V-Face طيب اذكر مزايا النظام السلاسي الأوجه اظن احنا قلناه في نقاط كتير من الايه اللي احنا قلناها في السؤال صح وغلب يحتاج الى كمية نحاس اقل من نظام الوجه الواحد ينتج المجال الدائر السابت القيمة الذي بنيت عليه نظرية عمل المحركات الاستنتاجية سلاسية الأوجه وده اللي قلناه برضو هنا يستخدم نظام النجمة رباعي الأسلاك في أحمال القوة والإنارة وفي نفس الوقت للتوزيع على جهدين وده قلناها في أي آلة طيار سلاسية الأوجه تكون القدرة الخارجة منها 150% من قدرة الوجه الواحد لنفس الحجم كمان عندي المحركات السلاسية الأوجه تعطي عزم دوران سابت القيمة اما في محركات الوجه الواحد فان العزم يكون نابضا ده كده في المزايا طبعا سؤال او مسألة من اللي بيجو في الامتحانات وموجودة عندك في كتاب المدرسة بيقول لي ايه حمل متزن مكون من 3 مقاومات مادية تاني علشان انت هترسم رسمة تعبر عن المسألة حمل متزن مكون من 3 مقاومات مادية موصلة على شكل نجمة قيمة كل منها 10 قوم يغزى من مصدر كهرابي سلاسي الأوجه ب3 اسلاك تمام كده خد بالك قالك يغزى من مصدر كهرابي سلاسي الأوجه ب3 اسلاك ما قال ليش نجمة ولا قال لي دلتا صح؟ بس هو في رأس المسألة قال لي ايه فوق؟ قال لي موصلة على شكل نجمة الأحمال دي موصلة على شكل نجمة يعني ما فيهاش خط حيات فإذا كان الجهد بين الطرفين 380 فولت احسب طيار الخط القدرة المستهلكة في الحمل وتاني اذا وصل الحمل على شكل دلتا مسألة تانية خالص احسب طيار الخط والقدرة المستهلكة في الحمل في هذه الحالة طبعا هنيجي على الورق مع بعض على الداتا ونبدأ نشتغل نحل المسائل دي مع بعض بحيث ان احنا نقدر نفهم المسائل دي كويس هو قال لي ايه قال لي انه الحمل مكون من 3 مقاومات موصلين على شكل نجمة صح كده وان القيم المقاومات دي كل منها 10 قوم في الاول احنا هنوضحها مع بعض على الرسم كده اهو في الاول قال لي ايه انه الاحمال عبارة عن مقاومات صح كده وقادي نقطة الحياة ده هي نقطة التجميع وقادي المقاومة التانية او الوجه التاني وقادي الوجه التالت تمام يبقى انا كده عندي ايه عندي هنا 10 قوم وهنا 10 قوم وهنا 10 قوم ده معناه ايه يا شباب مش معناه ان الحمل متازن كده يا شباب ده كده معناه ان الحمل متازن صح طيب البيانات بتاعتك طلعها على جنب برضو لازم ان انت ايه تبقى مطلع بياناتك على جنب كده عليها جزء من الدرجة والرسمة برضو تزود درجتك بحيث انه تعرف تشتغل وتحل هو قال لي ان الاحمال عبارة عن 3 مقاومات ار واحد تساوي ار اتنين تساوي ار تلاتة وكلهم بيساوي ايه يا شباب 10 قوم صح كده كلهم بيساوي 10 قوم وقال لي ايه كمان ان معامل القدرة تمام كوزين فاي هو قال لي في المسألة نركز قوي هو جاب لي سيرة معامل القدرة يا شباب ما جاب ليش سيرة معامل القدرة في المسألة طب انا عرفته منين ان هو واحد ها برافو عليكم واحد بيقول انه يا مستر انه معامل القدرة للحمل المادي بيساوي واحد برافو عليك المعامل القدرة هو ما جاب ليه سيرته في رأس المسألة صح كده بس انا على طول عارف انه الحمل المادي معامل القدرة بتاعه بيساوي واحد كوزين فاي بيساوي الوحدة وقال لي ان الجهد بين الخطين او بين خطين الفي ال بيساوي التلتمية وتمانين فولت طب ايه تاني قال لي كمان في حال انت ده متوصل نجمة صح كده قال لي احسب طيار الخط تمام كده واحسب القدرة المستهلكة ولو حا ولو وصلنا الشكل ده او الحمل ده وصلنا دلتا ونقول له هنا في حالة الدلتا قال لي احسب برضو ايه طيار الخط تمام كده واحسب القدرة المستهلكة تمام يبقى انا كتبت البيانات بتاعتي هنا ونيجي بعد كده نعمل ايه نشتغل هنقول له الاول في حالة رقم واحد في حالة توصيل الحمل نجمة في حالة توصيل الحمل ايه نجمة يا شباب هنعمل ايه في حالة توصيل الحمل نجمة دي مش كان بيقول لي ان جهد الخط بيساوي جزر تلاتة البي فيس يا شباب صح كده جهد الخط كان بيساوي جزر تلاتة في فيس طب انت عاوز تحسب مين انت عاوز البي فيس دي يبقى بالصغر راضية كنا بنقولها ايه البي فيس تساوي البعيد على القريب يبقى في ال على جزر ايه يا شباب تلاتة يعني تلتمية وتمانين صح كده على جزر تلاتة البي فيس طريق معايا بكاما شباب هيطلع معايا بمتين وتسعتاشر وتسعة وتلاتين من مية فولت تمام كده يبقى انا طلعت ايه جهد الوجه بس هو ما كانش عاوز جهد الوجه يا شباب صح كده هو ما كانش عاوز جهد الوجه ده هو عاوز مين طيار الخط طيب انا لسه هو طيار الخط في توصيلة النجمة مرجلة كان بيقول ايه طيار الخط في توصيلة النجمة مش كانوا الاتنين بيتساوي صح كده طيب هاتلي طيار الوجه الاول يبقى نقول له حساب قيمة طيار الوجه صح كده يا شباب اللي هو كان اسمه ايه ال اي فيس برافع عليكم يبقى ال اي فيس هنا نقول ايه ال اي فيس اي طيار يا شباب كان عبارة عن ايه من قانون اوم ال في على ال ار صح كده يعني ال في فيس على ال ار طب اي ار فيهم دي يا مستر هقولك مش الحمل متزن يا فندم كل حمل فيهم كل وجهة الحمل قد بعضه صح كده يبقى هنا ال في فيس تلاتة وخمسة وتسعين من مية مثلا ده امبير صح كده انا كده جبت مين يا شباب جبت طيار الوجه ولما جبت طيار الوجه ده تقدر تقول بعد كده ايه انه بما ان الحمل متصل ها نجمة انت بتحل على النجمة الاول بما ان الحمل متصل نجمة اذا طيار الخط يساوي طيار الوجه يساوي كام واحد وعشرين وخمسة وتسعين من مية امبير برضو يا شباب صح كده يبقى انا عملت ايه ها جبت طيار الخط في المعادلة او في حالة توصيل الحمل كنجمة طيب قال لي ايه بعد كده تاني ده قال لي ده انا عاوز منك كمان هتحسب لي القدرة طب وقانون القدرة هنقوله ايه نبص مع بعض برضو هنا قال لي انه في حالة الحمل المادي ها الكلمة اللي كتبناها وما كانش موجودة المعطى اللي كتبناها وما كانش موجود في المسألة في حالة الحمل المادي يكون مين يكون معامل القدرة يساوي الوحدة يعني يا شباب يعني الكوزين في يساوي كام يساوي واحد برافو عليكم يبقى نقول له حساب القدرة تساوي ايه اللي هي البي البي بقت تساوي ايه يا شباب ها افتكر انت شغل نظام سلاسي الاوجون صح كده طيب يبقى في ال لو هتشتغل على جهد الخط لو قلت جهد الخط يبقى لازم تحط لي جزر تلاتة هنا تمام كده يبقى جزر تلاتة في 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 ال في ال في ال في الكوزين في طب يا فندم انا هشتغلها في فيس اي فيس براحتك بس اشتغل دي قول تلاتة مش جزر تلاتة تمام يا شباب يبقى انا لو هشتغل اه ال في فيس اي فيس يبقى هشتغل دي كام تلاتة تمام طيب نعوض بقى هنا البي تساوي هتساوي ايه جزر تلاتة في ال في ال اللي كان بكام يا شباب تلتمية وتمانين اللي هو من الدهولي في في رأس المسألة في ال ال اللي كان بكام جبناه اللي هو كان بيساوي صح كده واحد وعشرين وخمسة وتسعين من مية صح كده في الكوزين في كان بكام واحد يقول لي مش عارف اقول لك ليه ده الحمل مادي يا فندم صح كده ده الحمل ايه مادي وطالما الحمل مادي يعني قمته واحد يبقى هنا البي هتساوي الف اه هتساوي اربعتاشر الف ربعمية سبعة واربعين واط تمام يا شباب يبقى دي قيمة مين القدرة المستهلك انا كده خلصت المسألة لا طبعا لانه قال لي ايه في حالة التوصيل دلتا لانه قال لي يا شباب في حالة التوصيل دلتا احسب تاني طيار الخط وطيار ايه الوجه يبقى هقول له نجيبها كده في ورقة لوحدها هنا هقول له ايه في حالة توصيل الحمل بنظام دلتا وان دلتا هي الشكل المسلس ده كده تمام يعني الشكل هيبقى عامل ازاي يا مستر هيبقى كده ادي مقاومة اهيه وادي المقاومة على الفرع التاني او الوجه التاني وادي المقاومة على الوجه التالت دي كانت هنا يا مستر كانت الاحمال متساوية عشان كان الحمل متزن قيمة كل مقاومة عشرة اوم برافو عليكم فاكرين معايا يبقى دي كده الار مثلا ار واحد ودي كانت الار اتنين ودي كانت الار تلاتة برافو عليكم يبقى على طول في حالة توصيل الحمل دلتا او في نظام الدلتا. جهد الخط يساوي ايه? قال ليه? بما ان الحمل دلتا يبقى ال VL يساوي ال V فيس. صح كده? يعني يساوي تلتمية وتمانين فولت يا مستر. برافو عليك. ليه بقى? لانه في حالة وده اللي تعلمناه. قلنا في حالة توصيل الحمل دلتا او في نظام الدلتا جهد الخط يساوي جهد مين? جهد الوجه. صح كده? طيب. نقول ايه تاني. عايز احسب حساب طيار الوجه. ليه? علشان من خلاله اجيب طيار الخط. طب ما هي مستر? هقولك احنا سهلة اوي. اجيب طيار الخط ويبقى طيار الوجه ويبقى طيار الخط يساوي. اقولك لا. ده الكلام ده تقوله في توصيلة ايه? النجمة. لكن في توصيلة الدلتا لازم تجيب طيار الخط الوحده. وبعدين تجيب منه طيار اه طيار الوجه الوحده. وبعدين تجيب منه طيار الخط. يبقى الاي فيس. يساوي ايه يا شباب? الاي فيس. اللي هيساوي الفيس برضو على مين? على الار. طب يا مستر ده هو عندي هنا في ال اقولك ما هو الفيس يساوي الفي ال. يعني الاتنين بتلتمية وتمانين. يبقى الاي فيس يساوي تلتمية وتمانين على كام? على عشرة. صح كده? على عشرة. اللي هي قيمة المقاومة. صح يا شباب? يعني بقت تساوي كام? تمانية وتلاتين امبير. يبقى اقولك حساب قيمة طيار الخط. ها? اللي هو مين? اسمه يا سلام بقى لما تكتب الحاجات دي كده حساب كزا حساب كزا. اللي بيصحح الاجابة بتاعتك مش هيبقى تايف في الورقة. انت موضح له الاجابة. فبقى انت تستاهل ايه? فاهم كده ومنمك ومنظم اجاباتك. يبقى انا عندي هنا حساب طيار الخط. طيار الخط كان في طريق توصيل الدلتا. كان بيساوي ايه? ها? جزر تلاتة. صح كده? اللي هو هيساوي مين? اهو. الاي فيس. على مين? ها? جزر تلاتة. صح كده يا شباب? يبقى انا عندي كده اه اه لا ده كان لا ااسف. الاي فيس. الاي فيس. يساوي اي ال على جزر تلاتة. يبقى نقدر من خلال ده الاي ال اللي انت عايزه. يبقى الاي ال يساوي ايه? الاي فيس في جزر تلاتة. صح كده? في اي فيس. تمام? يبقى انا عندي جزر تلاتة. والجزر تلاتة ده مضروف في مين? التلتمية وتمانين. صح? يطلع معايا الاي ال ده بكام يا شباب. ها? يطلع معايا خمسة وستين وتمانية من عشرة امبير. كده انا جبت له اه طيار الخط بس امتى? في حالة التوصيل دلتة. تاني. في حالة التوصيل نجمة انا رسمت له الشكل النجمة بالمقاومات وقلت له ان الحمل متزن ورمشيت الخطوات بتاعتي. في حالة الدلتة روح تراسم تاني المقاومات بتوصيل الدلتة وبدأت اشتغل الخطوات بتاعتي. لحد كده احنا حسبنا طيار الخط في حالة التوصيل ايه? دلتة. نيجي بعد كده نقول له حساب القدرة في حالة التوصيل دلتة. حساب القدرة في حالة ايه يا شباب? التوصيل دلتة. القدرة كانت بتساوي ايه? البي تساوي جزر تلاتة. قلنا لو هتشتغل جزر تلاتة يبقى هتقول في الفي ال في الاي ال في الكوزين فاي. صح كده? يعني جزر تلاتة في الفي اللي كان بكان تلتمية وتمانين. صح كده? كان بتلتمية وتمانين. تمام? وعندي اه الطيار كان عندي كان تمانية اه خمسة وستين. كان خمسة الطيار الخط اللي احنا جبناه في حالة توصيل الدلتة خمسة وستين وتمانية من عشرة في الواحد. ده هيبقى معايا ايه يا شباب المعامل القدرة في حالة التوصيل آآ نجمة. وبكده هيطلع معايا رقم لمين لقدرة في حالة التوصيل نجمة. كده خلصنا مثال على آآ الطيار المتردد وحساب الجهد الخط والوجه والقدرة وطيار الوجه والخط في آآ آآ الباب الاول الخاص بالطيار المتردد سريعا برضو هندخل على الباب التاني المحولات الكهربية ونبدأ نراجع على الباب التاني مع بعض. طيب اول حاجة آآ الباب التاني كان بيتكلم عن المحولات الكهربية والسؤال الاول بيقول عرف المحول الكهرابي واذكر استخداماته. عرف المحول الكهرابي وأذكر استخداماته المحول الكهرابي كان بيقول يا شباب المحول الكهرابي كان هو جهاز كهرومغناطيسي لا توجد به أجزاء متحركة وتعمل المحولات على خفض أو رفع الجهد أو الطيار صح كده طيب واستخداماته كان بيستخدم في العديد من التطبيقات في الدوائر الإلكترونية والدوائر الكهربية وإيه تاني في نقل القدرة من محطات التوليد إلى شبكات التوزيع والمستهلكين تمام طيب وضح بالرسم تركيب المحول الكهرابي يبقى أنت هترسم قلب حديدي ملف الابتدائي والملف السانوي تمام وتكتب عليهم أسمائهم قلب حديدي ملف ابتدائي وملف سانوي وتقول له أنه بيتكون طبعا اللي يوضح بالرسم يبقى أنا عندي قلب حديدي والملفات والملفات دي كانت بتنقسم ملف ابتدائي وملف سانوي تمام أذكر فائدة القلب الحديدي في المحولات الكهربية القلب الحديدي كان فايدته ايه القلب الحديدي ده شباب من الرسم احنا اكتشفنا او لما شفنا المحول في شنطة المحولات كنا قلنا ان المحول بيتركب عليه الملفات الابتدائية والثانوي وبينشأ فيه مجال مغناطيسي صح كده يبقى او بيمر خلاله مجال مغناطيسي يبقى رقم واحد حمل وتكسيف المجال المغناطيسي في دوائر مغناطيسية النقطة التانية حمل الملفات الابتدائية والسانوية والاطراف العازلة دي فايدة القلب الحديدي عندي بعد كده اذكر انواع القلب الحديدي من حيث عدد الدوائر المغناطيسية كان عندي قلب حديدي زو دائرة مغناطيسية واحدة اللي هو قلب داخلي وقلب خارجي زو دائرتين مغناطيسيتين دي كده كانت مراجعة سريعة على ما تم دراسته في الباب الاول والتاني وانتهى وقت حلقتنا قبل لما نكمل الباب التاني على موعد للقاء اخر ان شاء الله نكمل فيه مراجعة الباب التاني الخاص بالمحولات تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح نلقاكم على خير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته